أمسية نظيمات على شرف أبطال حربوا بالسلاح والقلم من شعراء وأدباء خلدوا أسامهم بحروف من ذهب في تاريخ الأدب الجزائري وشعارات وكاتبات لم تتركن المحنة تقتصر فقط على الرجال أيام الاستعمار ليتم إعلان انطلاق البرنامج الوطني للنشر الذي يعتبر الدعم الأولى لمؤلفتهم كان لنا شرف الإعلان عن انطلاق البرنامج الوطني للنشر والإصدار والذي خصصة للإصدارات أو المنشورات حول الكتب التاريخية عرف الحافل العديد من النشاطات الثقافية من موسيقى وشعر شارك فيها نخبة من ألمع نجوم الأدبي والفن الجزائري ليختتم بعقد اتفاقية بين مديرية الكتاب بالوزارة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للعمل على نشر كل المؤلفات المهتمة بتاريخ الجزائر مهم جدا أن ترافق وزارة الثقافة المبدعين أو الكتاب والأدباء الجزائريين من خلال عملية نشر إبداعاتهم وأعمالهم حفل يعتبر اختزالا للجمال والإبداع في ستينية الاستقلاء وهو تكريم لرد الجميل لجيل صنع الإنتاج الغزيرة بفكره وأدبه من رحم الألم والمعاناة جيل استطاع كتابة قصة مجد الجزائر